تلقى فريق إنتر ميامي الذي يضم في صفوفه النجم الأرجنتيني ليون الميسي خسارة مذلة أمام أتلانتا يونايتد بخماسية لهدفين صباح اليوم الأحد في الدوري الأمريكي وغاب ليون الميسي عن مباراة إنتر ميامي ضد أتلانتا يونايتد بهدف إراحته استعداداً للمواجهات الحاسمة في الفترة المقبلة مع الفريق حيث كان يعاني من إرهاق عضلي وبشأن موعد مشاركة ليون الميسي من جديد في المباريات مع إنتر ميامي فذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أنتاتا مارتينو مدربة إنتر ميامي لا يريد أن يجازف باء الليو ويستعجل عودته وأوضحت التقارير أن مدرب إنتر ميامي سينتظر لرؤية حالية ميسي البدنية ومدى جاهزيته من خلال التدريبات الجماعية التي سيخوضها مع الفريق وفي حال تماثله للشفاء التام من الإرهاق العضلي سيشارك أمام تورونتو الخميس المقبلة بالدوري الأمريكي